تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت تي جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح سيسي بالتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ والأزمات والأحداث الطارئة كما وجه رئيس سيسي خلال اجتماع مع قائد القيادة الاستراتيجية وعدد من المسؤولين بتكامل شبكة موحدة للطوارئ والسلامة مع المشروعات التنموية والخدمية لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي اطلع في هذا الإطار على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية والتي تعد من أكبر منظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد أعلن المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعيه التاسع والعاشر اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وضف رشوان أن مجلس الأمناء سيصدر فور انتهاء اجتماعيه بيانا يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم تم سماع صباح اليوم دوية ثلاثة انفجارات قوية في وسط العاصمة الأوكرانية كييف وفي تصريح له عقب ذلك أكد الرئيس الأوكراني بلودمير زيلينيسكي أن روسيا تعمل على تدمير بلاده ومحويها من على وجه الأرض يأتي ذلك بينما أعلن كريملين أن الرئيس الروسي سيعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الروسي اليوم لبحث تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا وكان الرئيس الروسي بلودمير بوتين قد اتهم كييف بارتكاب عمل إرهابي عبر تدبير وتنفيذ انفجار الذي ضمر جزئيا جسر القرم الرابط بين روسيا وشبه الجزيرة أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن عمليات إطلاق الصواريخ التي نفذتها بيونج يانج في الأسبوع الأخيرة كانت اختبارات نووية تيكتيكية أشرف عليها الزعيم كيم جونج أون رسميا وأوضحت الوكالة أن وحدات الجيش الشعبي الكوري المسؤولة عن استخدام الأسلحة النووية التيكتيكية نظمت تدريبات عسكرية من 25 ستمبر إلى 9 أكتوبر بهدف اختبار والتقييم قدرة الرضع والهجوم النووي المضاد للبلاد أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمان بن عبد الرحمن توقيع 11 اتفاق تعاون مع فرنسا تشمل مجالات مختلفة حضرت توقيع رئيسة الحكومة الفرنسية إليذابيث بورن والتي وصلت الجزائر رفقة 16 وزيرا من حكومتها في زيارة تستمر يومين وأكد عبد الرحمن أن تنظيم الدورة الخامسة للجنة الوزرية المشتركة بين البلدين في العاصمة الجزائر يأتي في سياق العلاقات الثنائية المتميزة لا سيما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون للجزائر في أغسطس الماضي ترجمة نانسي قنقر